والله أنا ما بشوفهاش في الحتة دي قوي أنا بشوفها لما مثلاً ممكن تكون هي اتربت في بيت الأم مثلاً بتغير من مرات أخو جزء اللي هو السلايف والحاجات دي اللي هو سلفتها جابت فتغيره وتغير فطبعاً البنت واي صغيرة بتطلع سمعة وبصة وشايفها ماماتها واقعدة بتغلي طول الليله وبتعيط وانت ما جبتليش ليه انت ريه جديد على عيد زي مرات أخوك وانت ما عملتليش ليه فبحس ان هي الأم دي بتبقى نموذج جبار للبنات البنات يعني لكن الأم لما بتبقى أوثقة في نفسها وبتغرز حتة اللي هو آه يا حبيبتي ايه المشكلة صاحبتك اتخطبت وميل وبكرة نصيبك يجيلك احنا عايزين نشتغل للأول وعايزين نشوف حياتنا يعني قصد الكلام هو بيركب طريقة التفكير بالظبط كده هو فعلاً الكلام بيحط المعتقدات دي فالمعتقدات دي بناء عليها بقى بتبتدي ان تتكون مع الوقت وتكبر وتتعيق بقى تبقى خلاص حواليها مشاعر السبب الرئيسي في ان الانسان يكون غيور وممكن كمان يوصل للحسد والحقد ولا عايزه بالله هو عدم الأمان ان الشخص بيكون حاسس بعدم أمان داخلي فبالتالي هو طول الوقت حاسس بخطر عدم الأمان ده أنواع فيه عندنا عدم أمان عاطفي فيه عندنا عدم أمان اجتماعي فيه عندنا عدم أمان مادي فيه عندنا عدم أمان جنسي فأنواع الانسيكيورز دي لما بتتكون بتفرق من حد لحد لا ده مهمة أو ما تيجي نشرح ماشي أنواع عدم الأمان يعني ممكن واحد يكون عنده عدم الأمان المادي زيادة مثلا حاسس أن الفلوس دي حاجة مهمة جدا بالنسبة له وبيبقى خايف دايما أنه هو فلوس ما ما بقاش معه فلوس أو الفلوس تخلص ودي بتمثل لي نقطة خطر في واحدة مثلا عدم الأمان العاطفي ده بالنسبة لها أهم حاجة في الدنيا وده طبعا بيبقى راجع لبرده أن هي عندها احتياجات نقصة وما تسددتش من الصغر بشدة فبالتالي بتبقى إحساسها بأن هي ما تلاقيش قصة حب تعيشها ده شيء مدمر جدا بالنسبة لها ففكرة أن هي تعيش وحيدة أو تعيش مش محبوبة أو تعيش مع راجل لمجرد أن هي عايشة كده ومكملة ده شيء مرعب بالنسبة لها في حد عنده عدم أمان اجتماعي بيخاف جدا من حكم الآخرين بيهموا جدا منظره بيهموا جدا شكله طول الوقت قاعد مهووس بكلام الناس عليه وبتفكيره ولما ده بيحصل عكسه أو حد بينتقده أو حد بيشوفه بشكل وحش ده بيوجعوا جدا وبيلمس عنده حتة هو ما بيحبهاش فبالتالي أنواع عدم الأمان دي بتفرق من حد الحد في حد عنده تزيادة فينا وعنده نقصان فينا طب عدم الأمان ده بيعمل إيه لما بيكون عند الإنسان بيحسسه بالخطر الإحساس بالخطر ده لما أنا حس بالخطر أول حاجة بعملها بشكل تلقائي إيه ببتدي إن أنا بص حوالي أما ببص حوالي بركز على الحاجات عند الناس التاني يعني مثلا أشوف أشوف مثلا محمد اللي جنب ده محمد طب ما هو معاه فلوس إيش معنى أنا ما معايش فلوس طب ما أنا أنا بفتكر كده هو ببتدي قارن نفسي بي بدخل معاه في مقارنة المقارنة دي بتدخلني في لفل تاني بعد عدم الأمان اسمها إيه؟ اسمها إحساس بالدونية إن أنا حس إن أنا قليل وابتدي أكلم نفسي باللهجة دي طيب تدخلنا بقى في لفل تالت وهو الاستحقاق الوحب إن أنا حس إن أنا استحق أنا استحق شمعن أنا ليه أنا ما يجليش فلوس ليه أنا ما بقاش عندي زي ما انت قلت الزوج الفلاني ليه أنا ما بقاش عندي قصة حب ليه الحتة دي نقص عنها ساعات البنت مثلا تيجي دولك وانا ده نحلة منها بالزبط دي ما تجيش جنبي حاجة ده بقى كلام ده بقى يبتري هنا تعرفي إن الشخص بقى فعلا عنده حصرة عنده استياء على ربنا وعلى الظروف وعلى الواقع بتشوف واحدة صاحبتها مثلا أو جرتها وكلام معروف جدا أقل منها جمالا وأقل منها مالا وأقل منها مركز اجتماعي حتى وتلاقيها سعيدة وجالها ابن الحلال وجاب لها الدنيا كلها وهي قاعد يعني تقولك أي حد بس يحبين فيه درسين بقى مهمين هنا إن أخدهم من القصة بتاعت سعاد وردو بقى شكلها حلوة وإن كل حاجة تمانها مدفوعة يعني إيه كل حاجة تمانها مدفوعة يعني ساعات كتير جدا أنا بيجي لي ناس من الناس اللي بشتغل معهم في الجلسات ممكن واحدة تشوفيها يعني تحسديها فعلا على شكل حياتها حياة ما شاء الله بس تدخلي بقى جوة كده تعملي زوم إن تلاقي حياة تعيسة جدا تلاقي جزء ما بيحبهاش تلاقي مفيش عواطف فإحنا عندنا ممكن يكون الجانب الاجتماعي كويس والجانب الأسر كويس والجانب العاطفب مش كويس ممكن فيه حادة تانية عايشة قصة حب جميلة بس الجانب المادي مش موجود خالص في الحكاية بس أنا أعتقد أني اللي بيحبه